برنامج خير الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نازلنا معكم في برنامجكم خير الناس نلتقي مجددا لنتكلم عن من هم خير الناس فإذا أردت أن تكون منهم فتابعنا كل يوم نتعرف مع بعض على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدلنا على الطرق الموصلة إلى الجنة وكيف نكون خير الناس عند الله عز وجل القرآن الكريم ومربطه أو علاقته بشهر رمضان علاقة وثيقة جدا وارتباطه بشهر رمضان ارتباط عظيم لذلك كان جبريل عليه السلام يأتي كل رمضان ويذاكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن رمضان شهر التغيير يأتي ليقول لنا بإمكانك أن تفعل أنت اللي حبست الدخان في رمضان هاك قدرت تحبسه وانت كنت تقول سائر السنة ما نقدرش واللي حبست المعصية وحبست تلفزيون وحبست المواقع في رمضان هاك قدرت تحبسها مش يكون تتقول ما نقدرش وهذه عادة وأدمنت عليها وكل الأشياء اللي يدمن عليها الإنسان يأتي رمضان باش نتدخلوه كمدرسة ونخرج منه ونحن على يقين بأننا نستطيع فإذا كان رمضان هو شهر التغيير وكان القرآن هو منهج التغيير فنحن أمة لا بد لها أن تتغير أن تتغير وأن تصنع الحدث وأن تكون دائما أمة حاضرة شاهدة على الناس وعلى باقي الأمم وأن تكون أيضا أمة رائدة وبالتالي إخواني الكرام خير الناس من تعلم القرآن وعلمه أفضل كتاب وأفضل كلام هو كلام الله عز وجل وحتى تكون خير الناس عند الله فعليك أن تتعلم القرآن أو أن تعلم القرآن فعليك حتى تكون أفضل الناس عند الله فعليك أن تتعلم القرآن ثم تعلم الناس القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما كل الدنيا ملعونة أي مبعدا من الله مستقبحا ملعون ما فيها من شهوات وارا وملذات إلا ذكر الله وما والاه مجالس الذكر وأعظم الذكر كلام الله عز وجل أعظم ما نجتمع عليه في رمضان كلام الله عز وجل وشوف حفظة القرآن الكريم الذين ملأوا القرآن الكريم في صدورهم وحفظوه في صدورهم هم أهل الله وخاصة الله ولله أهلين وأهله هم أهل القرآن شوف مكانتهم عند ربي عز وجل يلبس والديهم تاج الوقار والديه يلبسون تاج الوقار ويشفع القرآن في أصحابه كما يشفع الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يقول القرآن أي ربي إني منعته نومه يقوم بالقرآن ويقول الصيام أي ربي إني منعته طعامه فشفعني فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان إذا أردت أن تكون خير الناس عند الله عليك بالقرآن عليك بكلام الله تعلم وعلم تعلم الآية وعلمها حتى تكون كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه برنامج خير الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر